على كيف يعلن الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله الحرب على آكل الربا و ذلك في قوله تعالى فأذنوا بحرب من الله و رسوله هذا صغة السؤال كما ورد نعم في قوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله لأن هذا الذي يأتي هذه الكبيرة هو مخالف لدين الله عز وجل و مخالف لهدي القرآن و لهدي محمد عليه الصلاة و السلام فناسب أن يكون حقه الإغلاظ عليه و التشديد في أمره ببيان أن مخالفته هي مخالفة لكل مصادر التشريع و لكل أنواع الوحي الإلهي سواء ما كان متلوا في كتاب الله عز وجل أو ما كان على لسان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و الأمر حالة حياته واضح أي حالة حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم فالأمر بالإذان بالحرب حالة حياته واضح لأنه حي و الأمر بعد وفاته عليه الصلاة و السلام كما تقدمه من باب الإغلاظ والتشديد والإنكار عليه وأنه لا وجه لما أتاه وأنه معاد بذلك لله تبارك وتعالى ولنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم و للمسلمين من بعد فهذا هو معنى الإيذان بالحرب وأن هذه الحرب هي مع الله ومع رسوله فلأضرب مثالا بذلك اليوم في أنظمة الحكم المعاصرة يمكن أن يرتكب أحد جرما في حق الدولة فيقال بأنه خالف نظام الدولة وعاد الدولة وحاكمها ونظامها الآن ما دخل الحاكم في هذا الشأن لأنه هو رمز لهذه الدولة و من أجل ذلك فإن مخالفة أمر ذيبال كالخيانة العظمى على سبيل المثال تصنف على أنها عدوان على الدولة وعلى الحاكم وعلى نظام الحكم نفسه و من أجل ذلك يغلظ عليه فهذا الإغلاظ هو الملحوظ هنا فالإيذان بالحرب في أمر الربا لعظم أمر هذه الكبيرة المحرمة لعظم أضرارها و لما فيها من ظلم و استغلال و لما تحدثه من آثار على معيشة الناس و على الاقتصاد و على المال و على النظام الاجتماعي فإنه شدد فيها و أغلظ النكير على من يأتي مثل هذا الفعل فعبر عن ذلك بأنه إعلان حرب مع الله عز وجل و مع رسوله صلى الله عليه و سلم بمثل ما تقدم من صورة المشبهة و الله تعالى أعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر